للميليشيا الحوثية يد في الاقتتال بين القبائل الواقعة في مناطق سيطرتها فبين التحيز إلى قبيلة على حساب الأخرى أو تأجيج نار الخلاف بين فئتين سقط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام القليلة الماضية في محافظات إب وعمران والمحويت اندلاع مواجهات بين قبائل عزلة الأهجر وأهالي قرية الحيفتين بمنطقة ضلاع أعلى في المحويت كان آخر فصول ذلك النزغ الحوثي بين القبائل المعين من قبل الميليشيات محافظا على محافظة المحويت المدعو حنين قطينا دفع بعناصر مسلحة مع قبائل عزلة الأهجر باشرت حينها باقتحام قرية الحيفتين لإجبار الأهالي على القبول بحفر بئر مياه بمنطقة متنازع عليها واختطفوا أكثر من عشرة مواطنين من أبناء المنطقة واقتادوهم إلى أماكن مجهولة ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وجرح خمسة آخرين من الطرفين قبل ذلك بأيام فقط تجددت مواجهات مسلحة للمرة الخامسة بين أسرتين بيت الحاتمي وبيت الحذيفي في منطقة رماضة بمديرية العدين بمحافظة إب على خلفية استقواء بيت الحاتمي بمسلحين تابعين للقيادي الحوثي المعين وكيلا للمحافظة المدعو جمال عيض الحميري بهدف فتح طريق بين أملاك بيت الحذيفي الأمر الذي أدى إلى سقوط أربعة قتلى وثمانية جرحى من الجانبين معظمهم من أنصار الموالي للميليشيا الحميري في ظل توتر وتحشيد مسلح لأنصار الأسرتين في المنطقة وفق مصادر محلية وفي محافظة عمران كشف مصدر محلي عن مقتل سبعة أشخاص بينهم فتاة وإصابة طفلتين إثر اشتباكات قبلية دارت بمديرية السوداء بين مسلح قبائل أبو أحمد من جهة وبين مسلح قبيلة كعوت المدعومين من قبل الميليشيا على خلفية نزاع على أراضي زراعية مراقبون يؤكدون بأن ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة بقوة سلاح عملت على تفتيت القبائل اليمنية منتهجة بذلك سياسة الاحتلال البريطاني في الجنوب وهي فرقت سد حيث قامت بتغذية الصراعات وإشعال القتال في أوساط القبائل اليمنية بهدف الاستفادة من ذلك في تفكيك المجتمعات القبلية وتسخيرها لخدمة مشروعها الانقلابي وتنفيذ أجندتها ومشاريعها الطائفية